جيد كريدي أهلا وسهلا فيك بالحلقة 14 من هيدا البودكاست اللي غايته الأولى أنه نتكلم عن الموسيقى بشكل ذكي باللغة العربية شكراً لاستقبالك اللي عندك اليوم وأنا بدي أعمل التنويه أنه صحيح هيدا الحلقة الثالثة بركة اللي منحكي فيها عن قيلة البيانو بس هالمرة حنحكي عنها بطريقة ما باتقيت في حدا غير ستيز كريدي فيه يحكي عنها اللي هو البيانو التاريخي تطور قيلة البيانو عبر التاريخ وتطور نظرتنا نحنا للصوت من خلال هيدا القيلة اللي موجودة بكل بيت فأهلا وسهلا فيك أهلا ندي عبالي استهل أنا بعبارة لقيتها بالكتاب اللي عطيتني اللي عملته عن تاريخ البيانو أحد الكتب اللي نشرته عن تاريخ البيانو أو البيانو التاريخي اللي هي حتى لو نحنا بدنا أنه نشوف أنه فيه تقدم مش بالضروري أنه التقدم حصل كيف بتفسر لي هيدا العبارة؟ لايك بتاريخ البيانو فيه نوع من التناقض بالبيانو هو بذات الوقت مكنة يعني مكنة فيك تحصلها فيك تطورها وبذات الوقت قيلة فن يعني المكنة بتتطور بتصير تمشي أسرع بتصير تضاين أكتر مثل السيارة والراد شو ما كانت تيارة بس بالفن ما فيه تطور فيه تغير يعني الحاضر منه أحسن من القديم هيدا ما حدا بفكره يعني هيدا تناود هيدا تناود اللي موجود بالبيانو يعني حاضرتك عم تحكي عن رغبة عند البعض أنه نشوف أنه الفن تتطور أنت ضد هيدا الفكرة مش لا إذا بدنا نتركز عن البيانو بالقرنة العشرين كان في موديل واحد كان فينا مزعج واحد عن البيانو اللي هو اشتان ويكسح السوق بعض الحرب العلمية التانية هاي مش سايرة بالتاريخ بقربي كذا جيل بيانيست يعني بدك تقول شي ثلاث أجيل كلهم عندهم زيت لبيانو ما كانوا يعرفوا التاريخ لأنه المجتمع مش الحق عن الناس يعني كشخاص ما كانوا يعرفون البيانوية الأدمة كيف صوتوا وما كانوا يتخيلو انه فيه بيانو غاري هن بيعرفوه ربيو عليه واستاذو ربي عليه واستاذو خبروا انه لاعلمتهم كيف ربيو عليه يعني كانوا بقى بعالم مسكر مسكر حاله مشان هيك ما كانوا يتخيلو كيف كان البيانو عييم وزهر و عييم شوبان وعيام ديبوسي الآخر وعيام رافيل وعيام برامس البالبركي كانوا يسلموا جدلا انو البيانو على ايام موزار وعيام شوبان وعيام ديبوسي هو نفس البيانو اللي عندن يه هلا لك ليه الكتير البيانيست عم نحكى عن عالم البيانو يعني العزفين الصحفيين المؤرخين والبحثين البيانيست كتير اللي اللي بيعرفوا تيرخ البيانو هلا نية شو بيعرفوا اذا بتفتح الديكسونير هلا انا هيد الخبرية فينا نحكي عنها يعني للسبعينيات من قرن العشرين بعدين الوضع تغير كانوا يقرب الكتب انت اذا بتفتح كتاب كل شي مكتوب عن البيانو تقريبا حوالي السبعينيات بقلولك انو البيانو كان شغلة ما كتمش مني كان مكنا صوته بشعة كان صوته بشعة البيانو فورتي يعني بقلولك صوته قريب على الارض منع البيانو ما كان في صوت حلو دلو يطور 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 والشي الرهيب انو عنا عشتانوي بالان العشرين هيدا حظنا كتير حلو وكلنا مبسوطين فيه يعني كانوا كلهم يعتبروا المؤرخين والصحفين والعيسفين انو البيانو من زمين ما كانوا منيح ونعنا حظنا كتير حلو هلاني عنا ايه بقى لانو كلهم معتقدين وفيه يعني كل الناس بتفكر هيدا شي غريبة جدا ما كانوا حتى يهتموا بالموضوع لكأنه محيوا لكأنك عم تمحي بمحي وخلاص هل فيه برأيك عملية محو مقصودة للتاريخ الايلي؟ لا مش مقصودة هيدا تطور الحضارة الغربية هيدا تاريخ الموسيع الغربية اللي هو البيانو البيانو اختراع يعني اصل البيانو ما بترجع للعصور القديمة ما قبل التاريخ ومش متل النافخ بقيلة نفخ ياما ازا بتلقت ازا عمدقع كمانجا ياما ازا عاليقاع الشغل منع عفوية البيانو تخلق كان بده فكر اشتغل كتير تقدر اخترح الميكانيك اللي بتمشي اللي بتتوسعتوش ما هو هيدا شيء خلينا نحكي بتضرب شاكوش تاني ميلو بيفلوت يعني فيه مسافة بين العزيف و مصدر الصوت خلينا نحكي عن بداية عن بداية ظهور هيد المكناة يعني في عالم تحكي هاي في اختراع البيانو اختراع الميكانيك الاكشن تبع البيانو ان البيانو بيختلف عن عن الهاربسي كورد او الكلافسان اللي بقولوا هو انو الانساتر طابعه هو الانساتر برأيي الكلافي كورد اكتر من الكلفسان هل توضحنا الفرق بين هذه الإيلات؟ أكيد، الآن الكلافسة كان أكثر شيء من التشر هو والأورج كان صوته أقوى الكلافسة من البيانوية أنا أريد أن أقولك بالعرض الثامن الثامن عشر الكلافسة إذا قويت على الكلافجية عندما خففت، لا يتغير يمكنك أن تغيير السيستام مثل الجو مثل بالأورج نتغير الجو والفرنسي أتظر إذا أريد أن أقول فرنسي المشاهدين، يتغير اللون الصوت كل جديد كان هناك الكلافكورد، الذي كثير حساس ولكن صوته نعم لدرجة يعني إذا عم تلعب أنت جيتار صوته أقوى من الكلافكورد ولكن الكلافكورد لم يكن فيه ميكانيك كان بس توش وعندك خشبة وخرج فيه مثل تانجونت يعني شقفة نحيس مزروها بالتوش وقتها تدق وقتها أنت توتل بأصبعك الحديدة بتدق بالوتر وبتعطي صوت كتير نعم وبتضل دق قبل الوتر يمكنك تعمل فيبراتو وإذا تقوى بيعلى بتعطي تعمل فيبراتو يمكنك تعمل فيبراتو إذا تزو وبيعلى دوزين الصوت وبيوطى شوية دوزين الصوت إذا نعمت يا مقود بس ما بيقوى يعني إذا عم تسمع كلافكورد بتحس ما في صوت يعني إذا برات دير وبيض عنك خمسة متورة بيزعجعك يعني شي مثل كذا الكلافكورد صوته من غير العالم هلأ اختراع البيانو وقال له إنه هذا الكلافكورد حسن باعد فيك تقوي وتوطي مشاناك سموه بيانو فورت يعني الكلافكورد يسمع لك تلعب بيانو بالتاليانة يعني نعم وفورت إذا بدك تقوي الصوت وماذا يختلف عن الكلافكورد صوته عندك بالكلافكورد صوته ما فيك تقوي وتخفف هو غير الإيلي نهائيا على الكلافكورد وورت من الكلافكورد صوته الإيلي متل ما هي يعني الأوطار والكلافكورد بس السيستيم غيرش نهائيا أقرب منه أبدا قريب على الكلافكورد وقت أبلش كان صوته كتير ناعم بالنسب الكلافكورد عم بيحكي عن قوة الصوت بطريقة موضوعية يعني بيانو فورتي ما يسمى البيانو فورتي هلأ هي كمان مصطلح فينا نحكي عنه البيانو فورتي تطور ومنين المؤلفين اللي احتكوا مع هيد الإيلي البيانو فورتي اللي هي إذا بدنا نعتبرها الإيلي الأم اللي ودتنا نحن على هود البيانويات المعاصرة مثل الشتاينوي اللي كسح هلأ تعالك شغالي أنا وقت أفضع القصرات والدرس بيانو فورتي فكرت إنه في إيلي وحدة إن كنا عنا إيلي اللي هي نسخة إيلي معمولة هلأ نسخة عن الإيليات الموجودة قبل بعضين أفهمت إنه هالشي غلط وقت أبلش تصير تبحث بالموضوع ما كان في إيلي وحدة كانوا كلهم مختلفين ما كان في كهرباء بوقت يعني ما كان في إيلي مثل التانية حتى عن ذات الشخصي اللي عم يعملها يعني كانوا معايين مظهروا بيتوفن كانوا معاودين يلعبوا عائلة دايما مختلفة يعني هذا الشي ما بيتخيل لو واحد بيلعب بيانو هلأ إنه الكيبورد دايما ذات الإيلي إيلي مثلا بكل العالم هلأ أنا هلأ إنتاش البيانو أي ما تخترع كان يقولوا إنه صوب لألف سبعمية كريشتوفا ريبي فلورنس دايما كم ينكتبوا هك تبين في بحث أمريكان ستيورد طورنسي اللي اشتغلت معه وكتب لما قيل بكتابة كيستو ذا بيانو بقول إنه لأ عمل كتير بحث قبل كان في كتير نيس جربوا يعني بسموه كلافيير بركوسيف يعني كيبورد بيعطني مثل إيكا بيدرب مثل شكوشو بيدربو بيرجع من أقدم الإشاي اللي بتمشي بآخر عصر النهضة يعني صوب الـ 1500-1600 كان في كتير إشاي هلأ كريشتوفا ري في ثلاثة بيانويات باقيين بلا وقدا مشي عنا يهون صوب الـ 1700 بس كانت بوقتها بفترة الإبوك باروك وما انتشر البيانو بقولوا سكرلاتي دقي عليه بس انتشر البيانو عقيم مزهر يعني قبل الثورة الفرنسية ليه؟ طبعا ما هيدا هنحن هون يعني عبالي عبالي أوصلة لهيد العملية بإنه شو سبب انتشاره تحول وهيدا نحنوصله لـ الاندوسترية للصناع للصناع هو البيانو بالنتيجة ابن ثورة صناعية ويكابا يعني قيلة علمينية رمزيتها علمينية ما قلع عليها ولا بالملوك والأمراء ولا مثل الأورغ بالدين المسيحي لانه التنويه هو لانه اللي عم بيحكي عنه استاذ زياد هو انه الكلفسان كان هو قيلة موجودة بالبلاط الملكة لانه قيلة غالية وفيها حرف كتير كبيرة والأورغ وقيلة الكنسية بامتياز فهي قيلة علمينية قيلة علمينية لانه مشت وضعست وقت السوق صار ليبرالي لانه اول كونسرات كانوا بانجليترا وصاروا الناس يدفعهم لانه صار مينما كان اذا معهم مصار يقدر يدفع يعني مثل هلأ فيك تشتري بطاقة وطف التحبر وقت انتشر البيانو هلأ اخذت وقت كتير يعني هالعنية تعرف التاريخ ما فيه ما فيه قص كله فوق بعض صحيح تراكم يعني عادات قديمة بتبقى كتير البيانو فورتي بله شوية وشوية واسم بيتوفن هو وصغير يعني بآخر الان الثامن عشر شو كان يلعب كان يلعب جميع انواع الالات يعني عقله كيف كان يشتغل ما كان عنده بيانو واحد وبيعبدوا مثل هلأ كان فيه كذا نوع بيانو فورتي كان كل مدينة عنده تقليد معين حجم معين وحجم الكلافياء وحجم الايلي والميكانيك معينة في فيانا كان فيه وحتى اذا بتروعا في فيانا عيام وزار في كذا كذا شخص فاكتر شو ما نقول فاكتر صانع كانوا حرفيين كلهم كانوا يغيروا من من الايلي وكل وعد كان هندو طريق يعني ايا موزار اشهر شي شتاين ووالتر مختلفين هي ايا كان فيه تنوع ما بيتخيله يعني من مدينة لمدينة كنا فينا نسمع مختلفة كلية ومن شخص لشخص ومن ايلي لأيلي عند زيت زيت الشخص مش مصنع حرف يعني اذا اخدنا نحنا اذا اخدنا نحنا تنقول مؤلف باروك او ما قد نقول باروك تنقول بيتهوفن بين بيتهوفن اللي عايش ببون وموزار اللي قاعد بفيانا او قاعد ببريز اجا هو سفر كتير موزار صحيح هني كتبوا قطع لما يسمى البيانو او البيانو فورتي او فورتي بيانو بالانجليزي كل غاشي نحنا فينا نجزم انه هني ما كانوا يسمعوا نفس الشي يعني كل واحد يسمع شي تاني اي هلا حسب شو حسب شرائنا بشي تاني قصدي ما كان فيه نموذج واحد يعني نكتبو لالنوع ايلي معي ما هيدهيف ما كانت صناعية يعني متل اللي بيوت اللي بيوت العديم اللي بعت عمره ثلاثمينة سنين كل شباك حجمه شي صحيح مازم ايه لا مظبط هدا التشبيهة بيثبط لتواصلك الفكرة لا بيانو فورتي ما اعرفش هو بس فيه شغلي وهيده بعتقد المعلومة اللي اكتر شي ممكن تكون لفتي للنظر هي عملية الدوزان اللي هي باركة وهم كتير كبير بتاريخ الموسيقى وحضرتك وضح طلية بشكل كتير كتير ليفت للنظر هو ان احنا منحكي بتاريخ الموسيقى عن ما يسمى التمبرامات إقال ومنعتبر ان الموسيقى صارت بتنسمع بنفس الطريقة من خلال هذا التمبرامات إقال كمسيفات بين الأصوات والأصوات اللي بنعملها نحن بين الفريقانس والفريقانس اللي بعدها لنعمل المسيقى تبع السلم نظرياً هي ذاتة بس تطبيقياً فرجيت لنا بمحاضرة اعطيتها بمعهد بريز انه هذا الشي كلياً مختلف من آلة لآلة من دوزانجي لدوزانجي تاني وفيك توضح لنا هذا الميت التاريخي أكيد فيه كامل بس فكرة تطبيقياً لأنه التمبرامات إقال هو بلشت 1917 قبل ما كانوا يعرفوا يدوزنوا بها الطريقة كانوا يدوزنوا بغير طريقة كان كل واحد يدوزن على طريقته وما كانت المسافات بين نوت وتنهيزت يعني كان كل إذا عم تلعب دو ماجور ري ماجور فا ماجور كل التوناليتي عندها دوزان طبعها عندها اللونة هلأ هاشي نمحها بذات الفترة كان كمان تصناعت البيانو صار عندها نموذج واحد هذا القرن العشرين هو بس كيف وصلنا لها القرن العشرين يعني شو كانت اللي هي تاريخ غريب عجيب والأحسب من هيك انه بالقرن العشرين الموسيع تغيرت نهائياً ما هيك تأليف الموسيع بالغرب يعني عيش ثورة عنيفة والبيانو بقى متل ما هو يعني هايدي شغلة رهيبة يمكن يمكن انه العشرين عطى البيانو الكتريكي اللي هو بآخر البيانو صحيح بأيام حوالى الثورة الفرنسية ها بريس تأخر كمان تظهر بفرنسا في كتير اشياء تتأخر هون بأيامو بأيامو تغيير عندهم هالتقليد بكتير اشياء ببداية القرن التاسع عشر ما كان حدا مبسوط من البيانو طبعه عم بحكي اللي كانوا يعملوا كان كل واحد بدوا جدد كانت كانت حرب من بدوا يعمل اخر اختراع هايدي تقريبا من 1795 ام بحكي كتير تقريبا 1825 كان في اختراعات غريبة عجيبة متل وقته ابلش الايفون ابلشوا كل مادي جدد شي كيف صارو كان في انواع رهيبة كان في مسعم مختلفة بتغير الصوت كان بعضو البيانو حرافة بس فتح السوق كان يصار فيه برجوازية كانوا كل الناس بدون يعمل بيانو خاصة عن البنات اوكي مانتشل البنات اكتر من عند السبيان؟ لا بس انو التعليم كمان البنات كانوا كتير كانوا كتير بلو فيه دو بون فامي هالشي ضايا لصورة 248 بعدها صارت صناعية اكتر يبلش تصناع شوى شوى تتغلغل بهالمهنة الحرافية بس صارت صناعة وصاروا يصاردوا خصب من برية اوروبا صاروا يعملوا بيانو اكتر بكتير كبر البيانو هو شوى و شوى زايدت قوة الصوت يعني اذا بتاخد كل خمس سنين كل عشر سنين عم ياخد صوت بطريقة تدريجية وبطيقة عم يقوى صوته عم يقوى عم يصير اقوى و عم يكتروا التوشات لـ لـ صارت شغلة صار البيانو شكله دبش صار كبير وقفوا يقولوا انا بدي اخترا وقفوا الاختراع كل الاختراع صارت يعني اذا بتوصى 1030 تارية ما كل الاختراع اتنا عملت بعدين اصارت ماركتنج الشغلة كان في بعض كتير بيانوات كان بعض فيه تنوح مش قد يعني 1900 كان فيه كتير تنوح بالنسبة لأقلنا كتير اذا بتاخد 1800 تنوح ما بيتخيره عقل يعني عيام شوبان بيباريس كان فيه شي ميتان ماركت بيانو بيباريس هلا مش كلهم روعة انا مجرب شي سبعة الزبط يعني هي شغلة نادر صحيح صحيح بقا مش شد الماركتنج الامركان الامركان صحيح شتانوي كان عندهم صناعة وقته للبيانويات بامريكا ببداية التسعة عشر؟ 1853 تأسسوا شتانوي وبلوتنر بقا شتانوي المان هجرة هي شتاين فيغ هجرة المانية على الولايات المتحدة وبلوتنر باولمانيا وباكشتاني اللي هي كانت من اروح البيانويات كمانا تأسسوا بهالسنة يعني اجت جيل جديد من البيانويات محي محي القديم اللي هو مثلا مثل مثل الجراف في فيينا الجراف اذا بتلعب شو برط على الجراف خلص كانت عقلية قديمة دقة عطيقة يعني اذا بتدقة محاش لالأسف خسرنا كتير بس الجراف كان مثلا هو قيلة شو برت مثلا يعني كان يلعب على جراف شو برت هلأ اني برأيي انا هدا سؤال كمانا كتير عويس ما في قيلة وحيدة لا موسيقى معينة في نوع قيلة في نموذج معينة اللي هو في كتير يعني فيك تحدده بثمانين بالمئة ما في شي مية بالمئة مظبوط هيا مش مظبوطة يعني شو برت كان جراف كان من اهم شي بفينا بس في غيره كمان يعني هو اكيد لعب على كذا نوع قيلة نعم هلا بيتوف تناخد كان عنده كان عنده غراف باخر ايامه يعني يعني بيتوفم بتكسب 8 موديلات تتاخد فكرة عن بيانو تابعه وكان عنده برودو دي لوي انجليزي كمان هوا يلي المقصومة بالتنين المقصومة بالتنين يلي بتشيل الاتوفير بصير الصوت يعني ما يوقف ما يعني بيانو اذا بتشيل ايدك عنتوش بواقف صح كانت مقصومة بالتنين بستاكاتو تحت بيد الشمال وليقاتو بيد الامين يما العكس واول ايامه كمان كمان كان عنده غير بيانو يعني ما انا برأيي هلا في كتير ناس بتشوفهم بقولوا هيدا البيانو تابع شباه مظبوط بكون شباه عندو ايه يما هيدا البيانو تابع مزار برأيي هيدا عم نطلع التاريخ بلبسين عوانات عصرنا نحنا ما نحب انه هاي الشغلة خلاص اهي انه انا لقيت الشغلة الرهيبة وخلصت وهيدا صلب الحديث هاي مشكلة وهيدا ما بتخلينا نفهم تاريخ البيانو ميم مية ما بتخلينا نفهم تاريخ اللي هو فيه تنوّع ما بيتخيل عائل وتلت تابع البيانوين تنزدتو وحرقوهم لانو البيانو بدو نبيعوه نتبه نحنا عم نحكي معمل صار معامل صار كل بيت عندو بيانو ايه وصار اللي عندو معمل بدو ينتوج متل البرادات يعني بدو ينتوج وبدو يبيع جديد صاروا يعتبروا احسن بيانو هو جديد هيدا تاريخ البيانو يعني تاريخ البيانو من 1800 ل 2023 كل جيل مقتنع انه هو عندو احسن بيانو مين موحاق مزوط مين موحاق والبيانو ضلو يتغير كل الوقت كل الوقت يتغير مين موحاق ليش جيلنا نحنا اقوى مقفى من غيرنا وعم بفهم فيك تصحح لي بس بركي سرعة تطور الالي او الابتكارات الجديدة باخر خمسين وستين وسبعين سنة قلت عن قبل مش قلت ما بقى في ابتكارات خلاص هلا اني البيانو اللي بتعبلوه اهماش يعني عندك مش 99 بالمية 999 بالالف من عالم البيانو اكيد 100 بالمية انو اجتاني الموديل دي احسن بيانو هو مفي شك انو بيانو ممتاز هيدا الموديل تارفع متى من قدى صار له موجود ده تثبت يعني هلا تثبت عالرسمة هيدا كمان سؤال عويز 1875 تقريبا ما تغير ما تغيرت بس المضمون تبعه تغير صار صوته اقوى صار الاوتار في اقصى يعني دعموه مثل سيارة و تيربو موديل تيربو اقوى بس ايه الموديل و ذاته كاكا ما حدا تقفيه يعني هلا في كم شو صارت ضربنا فرام هلا على تطوير الموديلات وانو عم تقلي قوينا الصوت بس شو صارت عم ضربنا فرام بالتطوير هو الابتكار والبحث بيكلف مصاري مثلا من اهم الباحثين بتغيرت البيانو اسمه باب هو الماني ايجا عفرنسا حوال البابا بفرنسا بات ايه مظبوط اري باب هو اخترع كتير اشيه ومات مقفلس قد ما حط مصاري الاختراعات هيدا باول باول قصة من الام التسع عشر تانى قصة متل ما قلت وقفة ايه لو قصة ماركتين صار لبيانو صار في حديد فيتها للحديد مزعمين كانوا يخيفهم الحديد كان كله خشب هلا انيه البيانو مصبوب صب الكادر مهانتين بعمله مش واحد حرفة بيتعامل مع الخشب وقتها صار هيك البيانو خلص صار امبوزان صار دبش وهل صار كمان قطعة عفش هو ايه هو صار قطعة عفش باول قرن تسع عشر وقتها اول ابتكاريت مثلا اري باب عمل كتير بيانو موبل شو بيانو خزيني فيه طاولة بتاكل عليها بتفتح جرور بتدق عليه كتير اخترع ايش هيك وللسفر شنطة بتفتحها بتصير بيانو صغير كتير فيش وهذا كله مع البرجوازية هدا طبعا لو ما فيه سوق ما كان صار هالشي لو ما فيه سوق يعني ضغط السوق مش مش الامرة والملوك ايه هيدا هيدا هيا حياة البيانو هلقنية شو صار وقتها اشتان وفيتها الخط كان بعض فيه كتير عادات مختلفة كان بيزون دورفر بفيانا غير تقليد دلمرة وكان ارار بفرنسا اللي هو اهم المركد كانو يضحكو عشتانو اول مطلع يعني اذا بتشوف شو كانو يكتبو عنو بالسبعيني طبعا بحكى عفتوني وسبعين ستين ثمانين كانو لوني غتوني هلقنية عالاج دو فير هلقن بو حط حديد كان ضحكو عليه هنو عادو عادات قديمة بيتعاملو بطريقة بدى وقت مع الخصب اجا اشتانوي صناعة اكتر وماركتنج رهيب اولتو عارفو اشتغلو قيلو انا نحن نعمل احسن بيانو ممكن ينعمل وسعبتو ظروف تاريخية فدتو اشتانوي ما كان اهمة بيانو باولمانيا مثلا كان بكل مدينة للحرب العلمية التانية عندها كان كنتلعب عبلوتنر بليبزيك عباكشتان ببيرلان ببيريس كان بعض في بلايا العيام الفريد كورتو بيجانا كنتلعب بزندورفر بعد الحرب العلمية التانية باوروبا كانت خرب باولمانيا اشتغلوا للجيش الاولماني شي صنع علاب الاندوشتري دوغير وقت خلصت الحرب العلمية التانية في ماركة واحدة اذا بدك تشتري بيانو بتعطيك بيانو بدرجة اولى هو اشتانوي بنيوك هني فتحوا فرع بهمبورغ بس وما تقسس بهمبورغ امريكا كانت محمية بمنأة عن الحرب فعليا هذا برأيي وبعدنا في شغلة كمانا في كتاب اسمه كتبه فرانس مور كان هو التكنيسيان شاف اشتانوي بأمريكا واصله ألمانيا كمانا امريكا مناصله ألمانيا مثل اشتانوي كتب كتاب بخبرك كيف تعملوا مع البيانيست يعني الجيل طبع هوروفيت وروبينشتان وغلانجولد يعني بالسبعينة الثمانينات القرن العشرين كان اشتانوي اول شي كانت تشجيلات اول شي بأمريكا يعني هالشي دعم اشتانوي بعدين اشتانوي يعرف تعمل مع البيانيست كان يعطيهم البيانوية تبلش كانوا مراجزين بأحسن طريقة ممكنة شو يعني؟ يعني اللي بتعرف الميكانيك بدأ ترجله بتعذب كتير يعني اذا البيانو هين دقق على البيانيست بفضل بنقل البيانو الهين مش البيانو الحلو لان بكون خايف قبل القصير بكون معصب خلص مش سيتو مش سيتو الاشتانوي كل الناس بتفكر انه اشتانوي اهم شي ما بقفي انا برأي ببينو حسناتو اكتر اذا فيك تقارنو بغير ناس حطا يلي بصعنو هلق بيانويات اللي كم ثلاثة اربع يمكن منحكي عنو بعدين كمانا اشتغلت معوهم كلهم معاقدين من اشتانوي ما بيسترجو يبعدو عنو بقا يعني بيعانو متل كوبية اذا بده بتقلدوه ما بيعرفو ليه حطا عم بيقلدو اي صار الموضة بس انا هالشي فات بالعقلات انا عبالي صحيح نحنا عم نحكي هلق بمحل ما عن علاقة المؤد بالقالة بس بيعتقد لبل بعد اهم هو علاقة المؤلف بالقالة وعلاقة المستمع بالقالة يعني اذا بدي بقلش بيتاني نقطة اليوم العالم بسامع اعمال لهذا المؤلفين الكبار ومؤلفين معاصرين وموسيقى افليم نسمع بيانو نسمع بيانو وينما كان بس منعرف هيدا الصوت النموذجة تبع البيانو بتاعه سمع حدا بيانو كان موجود على ايام شوبة على سبيل المثال متل ما حدا تكتعمل بالكنسيرات وبتعمل هيدا العرض النموذجة بين بيانو معاصر وبيانو قديم لنفس القطعة والفرق الموجود اليوم بيسمعوا البيانو القديم بيجعون بطنون يعني شو هيدا الشي اللي عم نسمعه غريب لبل بشع وهيدا مرتبط بي بعتقد بمحل ما بالدوزان وبركب بالميكانيزم يعني واكتر من هيك واحد شو فيك تقول عن هالموضوع هيدا موضوع كتير كتير حلو خبرك عن خبرتي انا انا كنت عم بعمل أوركستراتيون بالخزراتيون تعرف أوركستراتيون بكتير واحد مهووس باللون الموسيقى مش بالنوتات يعني كي بتلع صوت ترومبات اذا بدق بكل نوت بكل محال وايا سوردين بتقلة وايا مدجو يعني طريقة العزف وكنت عم باخد بعضينا أخدت ديبلوم أورغانولوجي يعني علم الآيليات كيف معمولة وكيف بصنفوها الى اخرها بس ما بيحكوك عن الصوت بزيت الوقت انا اكتشفت البيانو فورتي بزيت الوقت بقى صرت اسبع ومتش واحد عم بقلب موسيقى معاصرة وصرت سيفر وروح واجه لكن بعدنا التلميذ يعني واسأل الناس في شغلة عجبتني كتير انه كل الناس بتكرها البيانو القديم ليه وما بيعرفوه هلا كل واحد عنده رأيه تعرف بالفن مفي مش كل الناس بتفكر جات شي مية بالمية بالنسبة لها تاريخ البيانو وكلهم بفكروا جات شي هالشغلة كتير لفتت لنظاري وانا وحسيت انه ما بفكر هيك بقى ضلت الشغلة تحفر براسة واخد نوت وقيد وبعضينا تربيت بالمعاهد لانه عنجات تربيه في كتير اساويه انه بدك تعمل بسموه هون بفرنسا ريس بيدو التكست بدك تحترم نص الموسيقى يعني اذا بتوفن حتى تطلق فورتي بدك تلعب فورتي وقالا بزيتو كبارة مجبور تلعب فورتي هلا عندك حرية بالفورتي بس مجبور يلي مكتوب يطلع لدرجة معينة بس انا وقتك اقرى هال هالعمل في كتير اشي مكتوبة ما بتثبط على البيانو جديد تثبط على البيانو القديم هيدا مثلا يعني هاو سميتون يعني شو خسرنا وشو ربحنا من اسواد بالبيانويات وهاي دي ما في بيانو في يعملها كلها عارفتي بقى انا نظريته انه ما في بيانو كامل كل بيانو عنده حدود وعنده حسانيته وسيئيته وصرت انا شبه البيانوهيت بين بعضا بين عصر وعصر ساعتها فهمت انه مش كتير صعب تحلل صوت بيانو بس اهيان مثل ما انا اشتغلت فيك تقول شو ما في يعمل مثلا تبليش تسونات باتاتيك تبع بيتو تبليش تسونات الرقم الثماني صحيح عندك اكوردو مينور كتير قوي حاطت بيتوفن فورتي بيانو اذا بتاخد عشتانوين اذا بتقوي كتير كل النوتات مش بس فوق بتلعب فورتي تتوصل على البيانو بدك بش دقيقة مهيك صوت لانه كل القرن العشرين اشتغلوا انه صوت بده يتول طبع البيانو وبينزل عمهلو يعني اشتغلوا عكس التريح من زمان ما كان هيك كان الصوت يقوى ويخف بصرها كتير كبيرة بصرها اكبر بكتير يعني هلا اذا بدك تجارب وبدك تربوا عبا اخر البيانو فوق بيطلع فورتي بيانو مسلا هيدا هاي بيتوفن كده بوش غصني انا وهي البيانو بيعمل انا حجره بخالي بيقلولك اليوم اساتزت القلي لللي ما بيعرفوا هيدا الخبرية التاريخية لما بيعرفوا القرس بيقللك ايها هاي فورتي بيانو ايها انو بيتوفن عم يفكر بالاركسترا ما عم يفكر بالقلي لا أعرف، أنا لم أسألت ولا بطبي لم أسألت بس وقتها بتقرأ شو كاتب وبتجاربها حيالة بيانو من قيام الدقة مش بيانو طبعه قبلها بشوي حتى كمان بتعرف اللي، ما حدا بداع بيانو جديد يعني إذا دقة مكتوبة 1802 إذا عندك بيانو 1792 يمكن هيدا هو البيانو التاريخي طبعا بقى وكل ما تقرب صار صوت هن اشتغلوا عالطول تسانة قلتلك ايه الصوت طبعا بيانو شوي وشوي ووقت الصوت أنا شو جربت تحلل؟ جربت تحلل صوت البيانو بغنى عن البيانيست البيانيست ما فيه يتخيلها يعني مين ما كان البيانيست يعني هو تعرف وقت الدق بيانو تلعب النات ما فيك تغير الصوت بعدها ما عم تلعب فلوت ما فيك تعمل الآتاك الأولى هي ترسم البيانو بيعملها انت فيك تلحقها بصوى بقى راسك وتتخيلها يعني هيدا الفرازي اللي هو شغلة ما بتتفسر ما هيك ما فيك تغيرها بقى انا اشتغلت هالله على الشي اللي بيانو ما فيه يعملها وحسب تحليلي لدقات من إيه موزهر لستوك هاوزن عندك أكور في الشي تماني نيوانس بزيت الأكور واحد فيه بيانيست ما فيه يعملها هاي اشتغل فيه يعملها هوا شتوك هاوزن كان يقول هو شغلة اوبسسيف كان تعرف المسائية دايما هيك بس انه هاي شي ما فيك تعملها على البيانو عمره 150 ما مش ما اقول يا عمره يعني اذا بدك كل قيلة عندك كل عمل عنده القيلة طبعا ما هيك؟ طب عندي سؤال عندي سؤال كلفيا بيان تنتمبرى طبعا بخ اذا بدك نرجع نحن عالدوزن عالدوزن لانه الدوزن مربوط كتير بعتقيد بقيلة البيانو يعني او بهالكلفيا نحن هيك بنقشعه لانه اذا اليوم بدنا نحن نحكي عن الالات اللي بالقليل ما نعتبق انه الدوزنة واضح هي الكلافيا مندوزن على الالد يعني بيكون عم بيلعب انصاب بيكون في البيانو بيعطيون الدوزن اذا عم بيلعب نعتبق ان هذا الدوزن هو ال الدوزن الصح والأهيان نحن نستكشفه ففي ببداية الحديث حكينا نحن عن انه ما تثبت هذا الدوزن لبداية الارم العشرين حتى للحرب العالمية الاولى مع تطور تقنياته ما الى هونالك بس جان سيباستيان باخ والكتابان اللي عملهم الاسمه الكلافيين بيان تنبرى لشو كين عم يكتبون هو شو يعني بيان تنبرى شو يعني بيان تنبرى صح مش يعني تنبرى ما ايقال تنبرى ما ايقال يعني كلهم متل ما قلت متل ما قلت حضرتك انو كل المسافة بين نوت ونوت يزايت بين تنبرى يعني كل التونالتين بيمشوا الي هنا 24 ماجور 12 مينار اه تنبرى ما ايقال طريقة تعرف كينو دفجنو بس عدديني صح وعيين باخ ما كان في قيلة تسلك الفريقانس كم هرتز شو الفرق كان بس عدديني يعني كانت فيك تعرف اذا اعلى يما اوطة ما كاف انت ما فيك تعرف اذا اعلى 440 هرتز يعني فيبراسون بارسون يعني ما ميتان وعيشين ما عروعين وعروعين ما كان فيك تعرفش بقى بوقتها عيين باخ كان فيه دوزين قديم كتير الي هو الميزوتونيك يلي بتعمل التيرز كتير صغير يمكن شغل كتير تكنية عام نحكي لا معلاش كتير صغيرة ما بيمشوا كل الأكوريت عالخلافية العادة هلا قني عرفت كيف يعني فيك الدق دو ماجارة ما فيك الدق دو دياز يما العبيمون الماجار ما بيمش بيطلع عنا شايز كتير بقى باخ كان بده كتب الاربع الاربع عشرين توناليتي طيام لو دوزين يمشي عكل التوناليتي هلا فيه بس لأي قيلة شو ما كانت القيلة هو قيلة الكلافية فيها تكون كلافية كورت فيها تكون كلافصان فيها تكون اوغ فيها تكون بيانو فورتي باخ باخر ايامو ليقوا فيتورة سيلبرمان عمل بيانو فورتي بالأربعينية ألف سبينجيو أربعين سايا السنة قبل ما يموت باخ فيتورة باسم جان سباستان باك يعني يالا إلو ياش تريع لحظة يعني باخ عيامو كان يلعب كل شيء باخ كان يلعب جميع الإيلات جميع الإيلات النفخ وجميع الإيلات الوطري وكان يدوزن الكلافصان بربع الساعة هو كان يدوزن هلا طريقة الدوزين مثل الطبخ مثل اللهجة بين ضيعة وضيعة وبين منطق ومنطق بتفرق اللهجة عزو عدواء ايه كل واحد عنده طريقته هاي يعني كلهم بيمشوا بس فيه تكون دومية صغيرة ودومية أكبر بس كيف قدروا لقوا هاي الصيغة لكلهم يمشوا مثلا ايه شوي الصيغة تقريبا هاي تتعذبوا كتير تلقوا والشغل كتير إصطناعي بقلوا لك الأيرمونية جاية من جاية من الإيمان مش مظبوط ومن الطبيعة من الفيزيك لا أكيد إذا عندك الفريقونس الكانت والأكتافو تيارس ماجر بس الكلافيير لا تعذبوا تلقوا لك أنا جربت كل هذه الأشياء لأنه أنا كان عندي بيانو تتخبرك خبرية ايه خبرية أنا كان عندي بيانو إيرار من 1867 كنت أنا دوزنوا كنت طالب لأنه كان كله خشب ما في حديد ودوزنوا بفك كنت أنا دوزنوا لأوتا كنت طالب ما فيه إدفع كل شهر لواحد يدوزنوا بلش دوزن على المكة مثل كلها الناس بعصري اللي هي ما كانت موجودة قبل بعدين أبلش تقرأ بلش تقجع عنده زين وأنا كنت عم بعمل كنت عم بعمل دكتوران تاكيميتو عالموسيقى المعاصر ومؤلف ياباني ما فهم شي بعدين الأطروحة اللي كنت عم بقرية اللي هي بتثور بكورنال يونيفورتي بالعيفلي اللي كتبها قال كمان اعترف بعدين أنه ما كان سمع شي منهم كلهم يعني حلل حلل الإشياء اريتماتيك ما دوزن وما سمع شي يعني الشغل منهم منيح كان هو الرفيرانس لمدة طويلة بعالم بالميزيكولوجيا يعني بعالم الموسيقى وقالوا أنه أحسن الشي بس ما جارب هذا بقى أنا جاربت وغلطت وخبصت وبعدين فهمت كيف بتصير يعني تتعملها بطريقة عفوية وفهمت التورية كيف بس واحد بدهو يعرف يعملها يعني متل وقتا عم تعمل طبخة بدك وقتا تصير تعرف تعملها يعني ما واحد بيعمل شغلة حرفية ما هيك يعني ما فيه تمبرامات ما بيتعلمون أول مرة يعني ما فيه تمبرامات ما فيه تمبرامات واحد بس فيه فيه كتير تمبرامات وما فيه أحسن وأفضل لا هذا رأي شخص يعني لك بتخسر التربح إذا بدك تلعب دوميسول لكون الدوزن ريجي يعني ما فيه كتير باتمو ما يرجف بتصير دودية المجار فيه كتير رشفة يعني ما فيه شي بيمشي بكتير منيح بكل التوناليت تخسر التربح طب نحنا شو ربحنا بالتاريخ شو ربحنا بالتمبرامات ربحنا كتير لايك أول شي صار كل الناس معاوضة على ذات الشي يعني فيه نعم الإفكاستي ما هيك أول شي صار ديابازون وزيتو بكل العالم تقريما وزيتو و أربعمية وثلاثة واربين هتصار اليوم؟ أربعين تاني واربين أربعين تاني واربين شو ربحنا ربحنا سهولة واحد معادي يكسر راس يعني نحنا بالعالم وقتا بيقول اتصالت كتير ما هيك بيصير ليش هبتشبع بعض أكتر يعني على أني انت بتسمع ذات الشي يعني كنت هون بباريس يمكن ببيروت ياما بنيورك ياما بتوكيو ذات البيانو مثلا الناس بيفكروا زيتش بالعالم كمي زيتش كلهم عندهم زيت تليفونات وما هيك كلهم بياخدوا زيت تيارة بس من زمين ما كانت هيك حتى كان في أوطار يحطوها على غير بيانو تنكسر لأنو ما تلقى يكون الدوزين أعلى يما أوطار كان حتى بهايد البرج مثلا عم بقرة كانت كتاب عن الموسيقى الباروك الألمانية كان بزيت المحل في ثلاثة ديابازون يعني كم بزيت المحل بقلو لك الديابازون باروك 415 هايدي اختراع جديد تاكلنا دوزن زيت الشي لانو ما بتوض عويس عرفتي يعني الواحد بدأ قبوة بدأ يكون عنده قبوة 415 اللا واللاكي بدأ يسافر ويلعب مع هين أوركستر بس من زمين ما كانت هيك حتى بزيت المحل كان في ثلاثة ديابازون بزيت المحل مش بس بزيت المدينة وكان بالإيبوك باروك باولمانيا بس كل الديابازون لاني بيطلعوا فوق 400 تون فوق تيرث مجار يعني احنا منحب استندار الواحد منحب النموذج انه هيدا هو وخلاص هيدا عصرنا هيدا علة عصرنا تاريخ الموسيقى منها لك انا مني ما بيلك انه قبل كانت احلى من هلا مني ابدا علة ايه فيها علة لانه بيصير ايش منا هيدري نفهمها بدنا انطريها شوي بس ايلا كتير ايلا كتير حصانات فيك تسيفر فيها سهولة كل الناس مثلا بتدوزن بذات الطريقة تقريبا مش بذات الطريقة ذات المبدأ بس وبتمحي الخاصية الجغرافية باركة طبع المنطقة ايه اكيد كان كل بيانو عنده خصوصية جغرافية طبعه هلا خلاص صار فيه بيانو اور تاريطور معانه هو معمول بامريكا انا وقتا بلعب اشتانو بحسه اميركاني بحبه اشتانو ما عنده اذا بيانو حلو هلا خلاص صار البيانو صاروا معتبرين انو نزل من الله صار في نوع من العبادة بالنسبة للبيانيست والشغل اكتشفت عنو عم بعمل البحث انا كنت صغير وقتا بلشت بلشت بحث عن البيانو ما عملت دكتوراه عن البيانو لانو قلت ما رح يحبوا شغلي بالجيمة قلت بعمل وما كانت وقتا الاوليه طبعا الاوليه كانت الموسيقه المعاصره قلتا كنت طالب بحث اختصال كتير ناس كان بعضنا ولد يلولي شو بفكره ان فيشا بيتر كاتبو انا كله لاش العالم بيكره البيانوية القدمه يلولي ايش ها مش معه و اكتشفت شغلي انو بكل الالات الغربية البيانيست اقلع ناس ما بيعرفوش عن قلتهم ما حدا بيعرف كيف تمشي كيف يمشى البيانو بس بقلولك بديك خشب بديه يكون اسود في ناس اذا لا امونه غير شي يعني مبينه معنه هو خشب وصار اسود باخر الامتزاج يعني في الستاندارديزاسيون الشي كانت فايته بالعقلات بقوله انو كله قصة تترجلهش انو بدي الميكانيك تمشي مظبوط ومدوزن منيح وخلص هلأ خلينا نضوي هلأ خلينا نضوي على نقطة بركي بتعقب على اللي عم نحكيه هلأ هي علاقة المؤلف بالسماعيات طبعا يعني اليوم نحنا وردتنا سيستام التدوين اللي نحنا من خلاله قدرين نفك شيفرت شو كانوا عم بيسمعوا هالمؤلفين بوقته واللي هني وردتونا ايه عن معرفة انو هني وقتا يدونوا هيدا الشي ممكن بعد فترة يرجعين اللعب الى حد ما بنفس الطريقة هلأ نحنا دايما منسلم جدلا انو بين اداء و اداء اخر نفس القطعة حيكون في اختلاف وهيدا اليوم نحنا منعرف فيه انو ايه انو فلان لعبه اليوم و فلان لعبه نفسه بكرا نفس القطعة ما هتكون هيدا هيدا تتغير لانو التدوين هو شيء منو ثابت بس الفاضحة الاكبر هو انو اذا احنا معاولين على هيدا السيستام التدويني اللي ورتنا شو كانوا يسمعوا اسلافنا و اجدادنا من 200 سنة و 300 سنة عملية الدزان والتغير تبع الالات اللي ما منعرفها واللي تناسينا انو هي موجودة و محيناها من الزاكرة لبل بتودى انو نروح صوب عدم معرفة كليا شو كانوا يسمعوا هاو دي العالم الا احنا نرجع نلعب على الالات تبعه وبالسيستام تبع الدوزان تبعه يعني اليوم نحنا نسمع شوبان على البيانو الجديد بس هل فينا نقول انو شوبان كان يسمع نفس الشي من اللي نسمعه اليوم على البيانو تبعه و اذا لا قدي فرق حلو كتير حلو كتير هالسؤال لك اول شي انا تقولك كيف تفكر كل شي نحنا عم نعمله هلا لقني شي حديث شو ما كان البيانو جديد شي حديث مش معقول يعني عمل فني النظرة لقله حديث يعني هي احدى كي بتفسر شو عمل فني عيش عمره 200 و 300 سنة انو الطريقة اللي بنتعمل معه بضلها تتغير بضلوا يعيش برأيي ما فينا نرجع اكيف خلق مش معقول حتى المؤلف اللي مألف دقه بعمر عشرين بيصير عمره خمسين يماز ثمانين بيقولك مش انا مألفها معت زيت الشخص هيدا برأيي يعني هيدا مصير العمل الفني لانو المجتمع عم يتغير المحافظة مستحيلة يعني محافظة مستحيلة مش نايكي اللي بفكره انو عم دقع بيانو فورتي يعني هنى صاروا مزهر انا بحس هاي شغلة تهيفة هنهائية حلانية ليه انا اهتميت بالأصوات القديمة مش لانو بفتكر انو انا مثل شوبا وكمانو وكمانو تروح بعض هالأتيجة البيانو من خشب ما هيك تلتربيه وخشب ببيعتها مزبوط يعني انا هلا هون عندي ببيتي بيانو من 1843 صوته اكيد مش متل ما كان وقتا عمل يعني انا ليه ببيانو ايضا بعد عشر سنين بخمس سنين بيتغير كي بعد عمره فوق مئة وثمانية سنة مئة وثمانية سنة حلات لازم نعمله عيده هالسنة يعني البيانو بيعتق بسمو جاي اسمو وعلا بيعمله في ناس بفكره انو البيانو الاده منتزع حتى انشف لازم نعمل كوبية عنو في نسخة عن البيانو تشتريه وكأنو نصنع بوقتا فينو بيقولو انو النسخة اقرب عن متل ما كان البيانو بوقتا من هلا لما حدك كان عايش من 200 سنة هيقول صح هذا جدل كتير حلو وما عنا الاسر التسجيل حتى التسجيل هو تشويه للصوت طبعا لانو بالتسجيل ما بتعرف شو قوي شو ضعيف يعني ما فيك تسمع كنا عم نحكي عن كلافيكورد ما فيك تسمع تسجيل كلافيكورد تاخد فكرة التسجيل حلو اذا بتعرف لايه اللي عم تسمعه اذا لو بحياتك سامع غيتار وعم تسمع غيتار على التسجيل ما بتفهمش انا اول مرة شفت سمعت كلافيكورد عن جانا صدمت انا فكر انو باعرف كلافيكورد لان سامع تسجيلات يعني التسجيل شغلة منيحة ومش منيحة بده واحد ينتبه كتير على التسجيل ضيعت شكت عملك ايه بقل ليش انا برجع انا اول شي بحب التاريخ بحب اعرف ماذا البيانو هيك وبعدين ما عرفت البيانو القديم بس هادك تفهم المؤلف شو كتب بس عرفت كيف يعني بتفهم ايش اكتر مثلا اذا بتاخد موسيقى شوبان بتلاحظ انو كيف نلعب شوبان على البيانو منغير البيتال دايما حسب حسب اللحن يعني كل نوت طبعا الملودي حسب الارمونية لا هو بعتها كانت حسب الارمونية هلا مش معقول لانو صوت البيانو بدعين كتير وقت الرنة طبعه طويلة اه بفوت بصير بيغبش صوت ايام شوبان انا جربت شي ثلاثين ايلي من ايام شوبان يعني بين 1830 و 1850 كلها بيمش عليها متل ما كاتب شوبان اه وبعدين بتلعب ايدي شمال اقوى من ايدي يامي يعني هلا قلتلك انا البيانو اوي صوتو تدريجيا بطريقة متوقفت بالتريف هذا الشي يعني شي رهيب بس وقتا يقوى الصوت مش زيت الشيعة اقوى كل كل التناغم يعني الاكاليبر كله بيتشربك بديع مش زيت الشيعة اقوى كله بيتغير كله بيتشقلب بين الواطي والعالي على البيانو يعني بسهلانية اجمالة وقتا بتلعب موسيقى من الان 18 و 19 عشر بتقوى ايدي يامين بتتغني بتخفف ايدي شمال يعني اذا بتقوى ايدي شمال اذا مدقع بيانو مزار مثلا مش بور طوى ايدي شمال لان ايدي يامين ما فيك طوية كتير اصلا يعني الفرق بين ايدي شمال و ايدي يامين غير شي نهائيا تقنية مختلفة كليا بالعزف كليا والسماعيات والريزولتات السماعي يعني اذا الريزولتات السماعي انا كمان في شغلة فيه كنفور اقل يعني واحد اللي معوض على البيانو الحديث تقيل بتنزل ايده اكتر بخلافية بوصل على البيانو خفيف وفي اقل بحس بخيف يكسره بده واحد يتعود بده يستعمل اقل تقل كتافه وتقل ايده ويشتغل اكتر عالصبيع يعني غير سماع وجسديا غير شي هل فينا نقول نحنا انه اذا اذا شوبان كان عم بيستعمل بيانو معاصر اكيد ما كان كتبك اكيد ما كان وزع يعني ما كان اكيد ما كان كتبك ما حتى في فكر عن في كتير ناس بيقوله بس شو رأي اكيد اذا واحد بده يخيك يحللها بشكل مجرد تجريد انا مفي يفكراك اكيد شوبان كتب للقليلات بطبع عصره بطريقة غير غير واعية ما كان عارف يمكن هلا انت مثلا بتتعمل بقشة من الحياة اليومية اليوم ما بتفكر فيها ما هيك انو بتاخد تيارة وبتسفر مثلا بتعرف ان بدك على لبنان كذا ساعة توصل اذا بعد الف سنة صار يوصلوا بديقتين يعني انت شغل مش مستحيل يا هلا ما هيك لا بس بالشوبان مثلا عائلته نحنا بلشنا نشوف تقنيات ايد الشمال اللي بتعمل ارباج وفي اكسان في فورتسيمو بالباس مثلا عيام شوبان صوت بوو بيعمل متل كنترباس اذا بعدك عم بتقوي كتير مع ريزونات خفيفة اكيد اكيد هلا انت عم تكتب مظبوط هلا انت عم بتوزم انت بتألف موسيقى اذا انا قيت قيلة معينة يما مزيج من الالات لانو بتعر صوتهم كيف راي يطلع صح اذا ما عاجبك بتاخد غير شي بتاخد غير خيال ما هيدا لانو في عملية تجريب بكل عملية تقليفية اكيد شوبان كان يقلف على كان يقلف هو عم دار كان يرتجل كانوا كتير يرتجل شوبان بيتوفن من اكبر المرتجلين بتاريخ الموسيقى ما هيدا هي انا فاذا هم يحتاج مع الصوت طبع الايلي بشكل مباشر ودائم طبع الايلي انتوا على خياراته الموسيقية اكيد و ايام شوبان ما كان فيه حتى كل هالعصور القديمة ما كان فيه نموذج واحد يعني جوبان كان احب كتير البيانو درواء البيانو المستقيم كان يحبه كتير انا عصلا مسجل ديسكيت على البيانو درواء في نسبة يتضحكوا علي ما كان فيه انو البيانو الكبير اهم واحد وكل هاو ديك الموديلات بجاروي اربون من الكبير كيف؟ لا كان فيه كذا موديل عن زيت الماركة مختلفة وكل واحدة عنده خصوصيته ما كان فيه بيانو بيعدي ريعملك شو ما كان هاي دي ما كانت موجود هالفكر ابدا واحد ما بيف هموالة يفوت بالتاريخ هلا مش تاريخ الكتب ما هي المشكلة بدك تجاري وبدك تحقق وبدك تروح تشوف بالكتوب وبالوباسية القديمة فطارة بس كتوب بقلولك انو احلى قصة البيانو كان مش ماشي بدائية احلى قصة ايه كان بريميتيف يعني وصار فراري وهلا كت الخير الله روعة هلا فيه عالم بنتقدو كتير جماعة اللي بيسمون performance historic يعني هاو دي العالم اللي بيلعبوا على الات من الحقبة اللي مكتوز بفيها الموسيقى انو بقول لك ياخي شو بدهم هالشهلة انو ليش تعم بيتعذبو الصوت احلى اليوم انا انتعادوني كتير وقتها مظبوط ليه فيها الانتقاد يعني ليه فيها الهجوم ليك اه وقت انت بتربى ما هو وضع بيانو واحد وانت تتصير بيانيس بدك تتعذب مهي انا معم تتصير بيانيس بسينا مضنية الناس يواتي واحد اشتغل كتير وقده سنين من حياته كذا ساعة كل الايام يعني اشتغل كتير صارت شخصيته ثيتي بها الايلي طبعه اذا بتقله هيدا الايلي منة رهيبة بحس حلو بخطر يعني بمنزاج كتير مثل عندك حساسية عشيه بكهرب يعني خاصة على ايام الحرب الباردة كنت كتير هلاني انا بعلم يعني بمعهد فرساي بحس الجيل جديد ما انو هالقد ما بينصدم بسهولة عالدبل يعني هالجمود خف شوي يعني الامن الواحدة وعشرين الجمود خف بس كان فيه جمود بطريقة عنيفة يعني كان الناس يتضحقوا بعض يقولوا هيا مش ايلي يعني ما بيتقبلوا الرأي الاخر انو المعاهد اليوم صرح عم بيفتحوا فروعة الاليات التاريخية وللعصف التاريخي هذا شي جديد يعني بالمعاهد اي بس هي في كتير ناس بيفكرة انو بلشت بالستينات بالسبعينات هي بلشت مع مع دولمتش باخر الارن التاسع عشر يعني من ايام برامس بلش ارنو الدولمتش بكتبوا بيتلاقى يشتغل عن قلات طبع العصر النهضة طبع الرنسوس بس انتشرت صار فيه نمو بالستينات بالسبعينات اول شي بلشوا بالباروك بعدين بالنسبة للبيانو ايه هيدا البيانو فورتي طبع مزار بلشوا لقو طبع مزار بعدين ايه لا في البيانو طبع شو برت يعني 1210-15 هذا البيانو فورتي شو برت بعدين انا صار البسانتناير طبع شو برت 2006 2010 هوم بوليد 1810 2010 تصور قبل لا 1010 ايه لو بيانو فورتي رومانتيك انا سجلت ديسك ببيتي بيانو 1067 بس بيانو دروعة في كريتك كتب عني بيانو فورتي يعني ال وفارايز وسترافينسكي ودو بيسي عم بساجلون يعني هيدا صرت ببداية الارن العشرين على بيانو قديم ببداية الارن العشرين ببداية الارن العشرين كمانا بيانو قديم يعني هلاني صار لبيانو صار لحرب العامية التانية يعني كل ما قالها الفترة التاريخية تبع البيانو القديم عم تكبر هيدا كله مصطلح حديث هيدا كله حداثة بس غير طريقة عم تعمل شي حديث هيدا الفارق مش معقول انت تفكر متل متل مزاهر وشبه مش معقول يعني يعني حتى الاوجيه نحنا ما منو نتحمل اوجيه ضغر بيعتوا الدواء تعرف شو كنا ويجعوا من 200 وخمسين سنين يعني غير عالم انا ما كتير بستغرب كيف ناس بفكر مثلا في كتير كانوا اصحابي بالمعهم كتير حلول عم تقول بيشتروا بيانو فورتي و بيدفعوا كتير غير بقولوا ببداية الارن العشرين لأ انا بدقة حيالة الارن العشرين بيعرف انه في اشيه ما بتنعمل على البيانو التحجر التاريخي والتحجر بموديل واحد يعني انا بحب سفر وروح عمعارض ولعب عمبيانوية بحب دقيق عمبيانو ما بعرف واتقلمني بحسة هيني ما بعرف انا اول مرة دقيت عمبيانو فورتي حسيت هيني انت لبناني لبناني عم بيروح يعمل هيدا الغوص بتاريخ الغرب يعني نحنا ليش مت رحت تطلعت تغوص بتاريخ الايلي بالشرق العربي كتير حلو هالشي هالسؤال اول شي انا لا الاسف مدرست موسيقى عربية والموسيقى العربية موسيقى قرار يعني موسيقى يعني منقولي شفاهيا منقولي شفاهيا ما بتنكتب ومتل غايرة مثل الموسيقى الهندية ما بتنكتب مش نقطة ضعف انا برأيي نقطة قوة لانو بالغرى وقتا بلت شو يكتبوا الموسيقى اخدت الف سنة من ايام الشانغريغوريان ايام شارلومان برأيي خسروا كتير وربحوا كتير خسروا كتير انا عم نربح بعدم تدوين موسيقى هلا انا ماني خبير بموسيقى العربية بس اللي عندك عفوية وهيك اللي بيلعب المقامات اذا بدوا يكتبها انا برأيي بيخسرها هلا جربوا يكتبوا هني و اعتمدوا سيستام تدويني اليوم المعاهد بيعلموا موسيقى عربية بالسيستام تدويني الاوروبية بيرقى كده شو هدا منفعه او ضره لاك ما بعرف ما عندي رأيي بالموضوع بس انه اذا ماني غلطان عم بيدونه طي علموا بس اللي بيعمل حفل بداع السمع لا انا برأيي اللي بابوا يسمى بفرنسية التراديسون ارال شغلة رهيبة كل الحضارة لاي بالهند ما كتبوا موسيقى بالهند عندهم تقليد موسيقى كتير قديم لاي باليابان بالصين ما كتبوا موسيقى هني كنوا معاقدين من الغرب انا برأيي هدا سؤال كتير غلط ما انه سؤال بينطرح بفضل اطرح غير غير شي بفضل اقول لاي بالغرب تدوروا موسيقى انه لاي ناس بفكرة انه لازم تنكتبوا موسيقى مثل الكتاب هي بلشت كتابة الموسيقى عيم شرلمان ما هيك وتبلشوا نوتو شانغريغوريان طي يقدروا يصدروا بالمعمورة بالكنيسة تبلشوا شوي شوي يعني اخذت كزا مئة سنة كانت اول شي هيك بيسمون نوم يعني صحيح نوتا شونوماتيك يعني بتشبه البسالتك بمحل معايا وتصارت وتطوروا الالات بال بالثورة الصناعية خلق السنفوني يعني تا الموسيقى تا الموسيقى صارت للقيلة اكتر شي تخلت عن الرأس وتخلت عن الغنى الموسيقى العربية اكتر شي غنى هذا الحلو فيها الموسيقى الغربية وحيدة فريدة من نوعها بكل الحضارات وقتها خلق السنفوني يعني كشو ما كانت موسيقى للقيلات مشان هيك تخلق كزا طريقة وبحوث تاعمروا تاعمروا هالحركات موسيقى فرمشونات وفرمولندو الى اخرهين هيدا لانه تخلوا عن الرأس وتخلوا وتخلوا عن الغنى مشبورة اكتبه عقل واحد يعني عقل واحد اكتبها وتبلشو بالأكل دو نوتردام بالقرون الوسطى باريس بطاق الشان غريغوريان وحطوا صوت ثاني مش مرتجلة بقى انه منع مرتجلة بقى واحد هو يفكر بقى بدو يكتبها وبدو يعلمها اذا بتاخد غير نوع بوليفوني مثل بكورسيكا مثلا كله ارتجال وخلق السنفوني المؤلف هيدا شغلة غربية وانا برايي منه هيدا منه تفوق ابدا غير حضاريت للاسف برايي منه ابدا تفوق بتطرق السؤال بالقلب يعني احنا بيهلكوا هون تيدقوا سوفوني متل الخلق وقال ليلتا تطلع روع ما هيك؟ اذا بتروع على التقليد الكتير قديمة ما هيك؟ بتشوف ببلدين تقليد كتير قديمة دقري بيلعى وراها بس لا يعني فيها سهولة فيها اميديات الموسيقى بتطرق تطلع ما بتقطع بناس ما بتقطع بناس وجارب تفسره وتهلك وتعمل صحيح بس لبل واحد فيقول انه من خلال التدوين من خلال عصر الدماغ وتحويل الفكرة الموسيقية الى فكرة رمزية الواحد قادر يغوص اكتر بأعماء الفكر وانه اذا بضلك انت ماشي على الارتجال وعلى السمع انت بحضلك عم تحتك مع أشور الفكر ومن خلال التدوين يعني متل ما نحنا نعتمد القراءة كمان تدوين الافكار من خلال الحرف والجمع اللي مقلة هنالك كرميلتا نوضح افكارنا وننقيهم هي وسيلة لو واحد يتعمق بباطن فكره هل نحنا هيدا الشيء منخسره بعدم التدوين؟ لايك في كتير اشي خسرنيها في كتير اشي اربحنيها هي اكيد منها هلا شو خسرنا وشو ربحناها الشغلة صعبة كتير واحد يفسرها فكتغوص بهالموضوع يلا هو كتير حلو كتير شغلة اشي اخسرنيها اول شي ما ايت حدا يعمل الموسيقى مين بيعرفي عن الموسيقى كيف يعني؟ يعني من ورا التجيل صار المجتمعات ما في اياه موسيقية ما هيك؟ من ميتان سنة كانوا يغنو كان الموسيقى موجودة انت شوف الاباي البعض عايشة عالطريقة الاديمية اللي هني خفوا على الكرة الارضية ما هيك؟ في موسيقى بكل شيء بالصايت في موسيقى بالشغل في موسيقى بكل بكل فترة من الحياة في موسيقى الادفن في موسيقى وطا يرجع من الصايت في غير نوع موسيقى وطا يخلق ولد في موسيقى وطا ينام في موسيقى الى اخرية خسرنيهم كلهم هوا صارت الموسيقى بتقطع بالتجيل اكتر شيء يعني هلا نحنا بيبان ديني بعاصمة اوروبية كتير قليل مين بيغنى ببيته؟ هو عم يكن؟ ما بارش ما فينا نفوض عكا ببيت كل واحد نعرف كتير قليل بس اذا بتروع عنا عن شعوبة معينة كلهم بيغنوا برؤسوا وخسرنا كتير من هنحن صارت شغلة بس اختصاصية عادتك بتقول شغلة كتير حلوة هاي هاي شغلة في كتير ايش شغيرة خسرناها كمان انو ما فيك تربح بلا ما تخسر بالفن اكيد ما فيك تخسر عكلشي هايدي اذا بتخسر عكلشي مش معون هاي شغلة تيفا شغلة ما بتقدى لنتيجة انو المكسب لازم يترافق بخسارة بعلم الفن اكيد انا هيك بحلل التاريخ انا بزروه واحد تكسر اسو عم يعمل عمل فني اذا بدك تفهم خليهي永ب لفيانو هيك لاي عسود لفيانو مسلا يعافل كتير ليه اسود في احدى اللي جماعت في كتير بحيسين وكتير اختصاصيين بالبيانو ما بيكتبو وكتير جماعيين كمان احدى الشخصيات ودوش متر شتاينغريبري اللي هو عنده بيانو شتاينغريبري ببيروت باولمانيا مش بيرول المعبد الموسيقى طبعا فاغنر طبعا فاغنر هلا الشتاينغريبري بيانويت درجة اولى وكتير كتير مشهورين وكتير منها هو قلي لك بس ما قبل يحطها بالكتاب كنا عم نحكي مثل ما عنا ويكتبو قال لي نحنا كمانا بالمعمل لانو معمل صارت نحنا عم نرمم بيانويت قديمة طبعا ما عنا في كتير بيانويت قديمة كل ما يجيني بيانو باخر القرن 19 منشيل عنو البلاكاج الاسود ومنتنرجع ندهنو بشوف كذا نو خشب بزق ولزق يعني ما في خشب واحد بحطو كذا نو خشب براقيو شو وقت علقت بين انجليترا والمانيا صار في اولمانيا تستورت خشب من الهند الهند كانت مستعمرة انجليزية ما هيك والخشب بعتقوه صح ما زمان كانوا عتقوه عالطبيعة مش حطوه بشوفاجات متل هلأ هلأ بعتقوه بطريقة استناعية ما زمانك تاخد وقت تخشب يصير مير خشب بدك تروح معه ما فيك ما فيك تعمله متل ما بدك بدك تروح معه بقى كان عندهم ستوكات قديمة ستوكات جديدة خلطوهم ببعضهم برأيه هو ودهانو اسود انه ستاعة كاش ميزير انه تتخبط تعطيق طبعا ومشيت خففت كلفي كمان انه اذا انت تعمل حشب ومشيت هلأ فيه فيه بيانويات جديدة عم يطلعوا بالان الواحدة وعشرين عم يرجع على الخشب بس يعني كنا نحكي عم نحكي عم نحكي عم نموزعج تانو فيه فيش اربه خمس اشخاص بالعالم بس بدهم يطلعوا من هاشي ختاما يعني لوين وصلين احنا هيدا السؤال ختاما لوين وصلين احنا هلأ عليك انا برأيي بعالم البيانوي والصناع انه ديك ساعد تلي شعلي ما جوابتك عليها انه عندك الموسائية انا برأيي الموسائية ما كتير اثارها على تاريخ البيانوي هي ما بيحبوا يسمعوا اكيد ليست كان قريب من الناس معين وصار فيه تفاعلات اكيد يعني من زمان كان يبيعمل الفيلون وروح شوف الفيلونيست فيه فيه شغل اكيد ما فينا ننكره ولا نخفف له اهميته بس الايشة المصرية صارت هي شغلة بالحضارة يعني حروب وحروب اقتصادية وحروب تجارية ما هيك لما الحرب العالمية التانية قلتلك بيكشتين كان رقم واحد بقلمانيا بيكشتين كان ببرلين ما بقى مين يخبر بعد الحرب وما دام بيكشتين كانت اصابية هيتلر مرتولة بيكشتين ما هيك هي عرف ايه ساعدته بالتلاتينات لا هيتلر بقى بعد الحرب ما بقى حتى بدو دائب اكشتين صحيح صار وصمة عار يعني فيه كتير اشياء هي ماركتينج الشغلة يعني عندك هلا ليك بالبيانو ما فيه سر بي سنعة البيانو فيه نايز بيعرف يعملوا بيانو عمستوى عيلي فيه مانا يعني مش كتير كتار بس فيه كذا والحرف يعني يعني بيعرفوا يعملوا بيانوط عمستوى عيل والماركات المشهورة منيحة مانا هلا ليه من المشهورة هناك التي ستطلبه وليس ان العالم البيانو سيطلب البيانو اذا صار ازمة اتصادية يعني كتير يمّا كارسي للأسهل، ما عم بيحكي بطريقة متشهل، لكن هدا فيها تغيّر كتير، هلأ في البيانو نمريك، هم بيهدد صناعة البيانو هابون، يعني أنا كنت مع ستيفان بوليلو الأربعة رحت لعنده ساجلت، هيدا شخص فرنسي بفرنسي، بفرنسا ميت صناعة البيانو كانوا يسموه بريس بيانو بوليس، عيّم البيانو طبعي، إلا أنا كراي عز بيلي، شتريته وزبطته، كانوا يسموه بيانو بوليس، مدينة البيانو ألف تونية وثلاثين، هلأ ما بقى في حدا هون يعمل البيانو، وفي ستيفان بوليلو، شخص فرنسيبي، كان أستاذ في الكنسراطور، وعمل البيانويات، وعمل بس ما كتير عمل البيانو، وبرمّن البيانو، وعمل البيانو مية واثنان توش، يعني بيوصل لالفا بعد الدو، وبينزل للدولة تحت، مثل بزندور في الأمبيريا يعني على أكبر من البيانو، ثمانة وثمانين توش، هلأ متعودين عليك؟ هي ثمانة وثمانين، يعني، وقفت، 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 وقفت هك، ما حدا قرر توقف، يعني بوليلو بيعمل البيانو، فعلاً بيانو حديث، مية واثنان توش، هو دين بيانو حديث، هو بيانو قديم كتير، هو عمل عن جد بيانو حديث، وصوته غير شي، وصوته أقوى، وفيك ناعم أكتر، وغير كونسيفت بالمرة، معمول بطريقة مختلفة، كلياً، ورنته أطول، وفي واحد باستراليا كمان، وين ستريورت، عمل أول بيانو بالتاريخ مية وثمانة توش، تسعة أوكتاف، من دولة تحت، لسية أوكتاف أعلى، بدي روح لعندو بعد ما راحت، عاستراليا؟ وهلأ قال لي، أنا دائماً بترسل معك، من هو بكتابي؟ مية واثنان عشرة توش، برأييه ليزم ناعف، هو برأييه لأنه هو بوليلو بعمل أوطار حديثة، بتعلى أكتر، ما هو الوطر بطب، بسيب آخر شي بيصير كتير أصب، عزيب، يعني هيدا من المتالورجي جاي، ما هيك، من الصناعة، تقدر تتعلى، من الصناعة، مش من ورق خيال الفنان، الفنانين ما أثروا كتير على تاريخ البيانو. في الناس يطلب، في الناس يطلب ويتمنى، بيقول عبالي، بيتمنى يكون في صوت عالا، لا يطلب، ليك، بوليز جرب، بير بوليز، أنا قريبت له عين ترفجيه، ورعد شتانوي، قال له بدي بيانو للموسيقى الحديثة، بدي يغير الصوت وبدي بيدالات، ومثل الخلاف السن والأورو، ما مش، أنا مش بقول شتانوي يغير، يعني شتانوي صار له فوق المئة سنة بقل لك أنا بعمل أحلى بيانو بالتاريخ، مجبور بالجموت، يعني، تيدلوا ناجح، بدي يدلوا يقول لك أنا بعمل أحلى بيانو، إذا غير شغلي فرط، تقول لازم ما قدر عمل شي، وبالنسبة للتجربة اللي بيقولوا نعملت قبل مؤتمر القاهرة 32، وتعملوا البيانو الربع صوت، شو بتعرف عن هالموضوع لنختم حلقتنا لليوم؟ هلا هو لك البيانو، ما فيك تغير الدوزين، ما فيك تغيره متل ما بدك، ما فيك تغيره متل ما بتغيره على إلية والتاريخ، ما فيك، انت خلاص، بدك تثبته، بدك تثبته، تثبته نيعية، تتخلص، تتخلص العزف، تترجع تدوزنو، وصار في بيانو، بلشوا قبل يعني، بيشني جراتسكي بلش يتابع بأول الـ 14، كذا، بيانو، بيانو دي عمل، كتير بحبونا شيء، بس مشكلتهم، البيانو طبعا، شهين شغلة كتير حلوة، وياريت، بس المشكلة هاو كلهم البيانوية، المشكلة اجتمعية، انو بيقوا بروتوتيك بيانو، ما تصنعوا بكترة، اللي طوع عليهم، ما يسمى الـ Org، بس انو الكلافية هي اللي فيك تغير فيها، بس فيه بيانو، عمله واحد بإنجلي ترى، اسمه جيفري سميس، كمانا اشتغلت معه، اسمه فلويد بيانو، بيانو، فيه مثل ايتو فوار، بتزيحه بالأوتار، فيك تطلع نص، وربع صوت، مش بس ربع، متل ما بدك، قد ما بدك، نص حتى؟ هي، فيك تطلع من دولار دو دياز، بتوقف محل ما بدك، فيك تنزل من دولار دو بيمون، يعني لسياد ما بدك، كل توش لا واحدة، هيدا عمله هو، هيدا هو منو جاي من عالم البيانو، انا برعي الإبتكارات صعبة تيجي من عالم البيانو، ويما تايمشي بيانو بده ياخده واحد كتير مشهور ويدعم، فشو؟ يعني الناس بيلحق المشهورين، يعني البيانو اللي عملك البيانيس ما رح يقصره على تاريخ البيانو، بقى لفلوق البيانو شغل إرهايبي، هو كنلعب تنبانو، شو تنبانو بالعربي، متل الانون بس باية، بمايوش، مبارش اسمه العرب يعتذر، وهو مقتنع انو لازم لازم بأفريقيا بكتير بلدين، التمبيراماتي قال عم يمحي على الموسيقى طبعهم، صحيح؟ بقى هو ضد هالشي، هيدا جاي من فلسفة الاستعمار، فلسفة الهيمن السقفية، والكارثة مش المستعمر، الكارثة الشعبي اللي هو بيخضع، بيخضع، بالموسيقى يهم حدا ما بيعولها يعني، بياخد على الخلاف جاي، بيتعوض على جستاذ معي، ينسى الموسيقى اللي عمره مئة ألف سنين، اللي موجودة، واللي هي شفاهية، اللي هي خصة، هيدا نقطة الضعفة بالنسبة للموسيقى الغرب، اللي هي مكتوبة بتنطبع، بقى هو برأيه انو لو هالناس بيشتروا هالبيانو، فيهم يلعبوا بيانو، بس بحيالله، بحيالله موسيقى، بقى أنا هيدا سمعته كامليون ديوتر، يعني بغير لون، بس ما عنده شخصية، ما عنده هوية، للأسف، ما مش هالبيانو، في تجيل سرالة الموسيقى هندية كتير حلوية، بس ما حدا اشتري بعض، على أمل انو حدا يشتري، زياد كريدي، أنا بشكرك جدا، على الوقت اللي عطيتني، فعلا اختنيت، متل ما بغطني عادة بالحلقات السابقة، بس المعلومات اللي عم تقدمون، بخصوص الآلة التاريخية، بخصوص السماعيات التاريخية، وفعلا كيف نقرأ التاريخ الموسيقى، قيمين بشكل لازم يكون كل موسيقى، وكل محب للموسيقى، عم بيعرف حاله على هيدا النظرة، ومعلومات جدا قيمة، بتمنى انو المستمعين ومشاهدين، يكونوا ادروا هضمون، لانو بعرفتنا ببعض التقنيات، ومجددا بوجه لك كل الشكر، أنا بشرك كتير، وبهنيك على البرنامج الحلو، وبيشكرك لانو سمحت اللي احكي بالعربي، اول مرة بحكي عن هالموضوع بالعربي، مش انهائكي لازم نحكي بالعربي، يلا، مع السلام.